تسلم الشيخ عبدالخالق العزاوي رسمياً مهام منصب رئاسة ديوان الوقف السني وذلك بحضور جميع المديرين العامين في الديوان وترأس الشيخ العزاوي أول اجتماع له مع المديرين العامين عقب تسلم مهامه وشدد على ضرورة تحمل المسئولية متعهداً في الوقت نفسه أن يكون خير عون لأهله في منصبه الجديد كما أثبت ذلك في وقت سابق في الميدان والبرلمان